بربي مورد الزغيدي أعليش في الحبس؟ أعليش في الحبس؟ بو صغيرات راجة نظيف خدام يحب البلاد من أعز ما عنا كان من أورنا في العالم يقن في كانال بلوس معنية محليه ولا يذنظيف عليك أعليش في الحبس؟ أعليش؟ هذا السؤال أعليش في الحبس؟ عطيونا التهمة موك الناس كل يقولوا كانوا نظيف تايروح هاوا نظيفوا ما روحش والعباد اللي يقولوا كان عندوا حاجة تتبين يويني الحاجة اللي عنده وريوهانا قذائيا نوين والحاجة في أنا بلاد في العالم نحطوا عبد في الحبس ونبعد لو جولوا حاجة رانا في بلاد عيب هذا والله مهموش ما يليقش بقيمة تونس في العالم اليوم تحط صحافي ولا عبد ولا مو هاتن تونسي في الحبس ونبعد والمو هاتن تونسي يقولوا كانوا نظيف تايروح هاوا نظيفوا ما روحش وهو ما عنده شي وما قالوش عنده بالضبط شنية معناها جسوس تأمر على أمن الدولة يخدم مع قوات داخلية مع قوات ظلامية عاتيونا بالضبط عليش الراجل في الحبس والله الظلم مش به الظلم مش به وربي حاسب على الظلم عاتيونا يقولوا نا كل ناس اللي تتكلم ما يعطينا بخلاف الكلمة كانوا نظيف تايروح وكان عنده حاجة تتبيني شنية حاجة يعني عن تسور انتي كمواطن اللي تقول في جملة ذيه يكبر الشيه ذيه في تونس وزادة يظهر لهم انتي مقلقهم ولا مكش عجبهم يحطوك في الحبس وولادك وعيلتك ومرتك وامك وابوك مشويين ويجي مواطن اخر يقول كان عنده حاجة تتبين وكان نظيف تايروح الظلم مش به ربي يخلص واحلك يا مراد والناس اللي مجدودين الكل ظلم ان ربي يخلصوا حلهم قاتر مراد سيسامبوليك فمبارشا نقصدو بيهم مراد نحنا